بالفعل تتواصل التوترات على الحدود اللبنانية الجنوبية والاستهدافات ما بين حزب الله وإسرائيل على طول الخط الأزرق وما بين القطاعات الثلاث القطاع الغربي الأوسط وأيضا القطاع الشرقي هذه الاستهدافات يكون هناك الطيران الحربي الإسرائيلي والمسير خلال الأيام الماضية مستهدفا عددا كبيرا من البلدات المتواجدة هناك نبدأ اليوم من القطاع الغربي حيث استهدفت المسيرات الحربية الإسرائيلية أطراف بلدة اللبوني وأيضا بلدة الجبين كان هناك أيضا استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية لبلدة طير حرفة وأيضا بلدة يارين هنا في هذه المنطقة أي في القطاع الغربي حزب الله نفذ عمليتين على موقع واحد هو موقع حنيتة هذا الموقع استهدف من قبل حزب الله بواسطة صواريخ يقول بأنها أسلحة مناسبة ويقول أيضا وفق بياناته بأنها كانت أدت إلى تحقيق خسائر في هذه المواقع التي يستهدفها المتواجدة على طول الحدود في القطاع الأوسط أيضا كان هناك استهداف من قبل الطائرات المسيرة وأيضا من قبل المدفعية الإسرائيلية الطائرات المسيرة أغرت على أحد المنازل في بلدة عيت الشعب وأيضا كان هناك استهداف في بلدة ميس الجبل والمدفعية الإسرائيلية أيضا كما كل يوم تقصف البلدات أو عدد من البلدات المتواجدة على طول الحدود منها اليوم بلدة مارون الرس وأيضا بلدة بنت جبيل كان هناك قصفا مدفعيا طالها بالانتقال إلى القطاع الشرقي في القطاع الشرقي اليوم حزب الله نفذ عملية ضد موقع العباد الموجود مقابل بلدة حولة وأيضا كان هناك قصفا إسرائيليا لتلك البلدة هذه البلدة تعرضت لقصف إسرائيلي اليوم إضافة إلى قصف طال بلدة مركبة حزب الله أيضا بحسب بياناته تم استهداف أحد المنازل المتواجدة في مستعمرة المطل هذه المستعمرة المتواجدة أيضا بمحاذاة الشريط الحدودي هذه هي الاستهدافات وهذه هي أبرز ما جاء على الحدود اللبنانية مع إسرائيل هذه البلدات التي تتعرض يوميا بشكل يومي لاستهدافات باتت المنازل المتواجدة في تلك الحدود معرضة بشكل مباشر لاستهدافه هناك العشرات من المنازل تم تدميرها بشكل كامل وبالتحديد في القطاع الشرقي بلدة مركبة التي تقع هنا بلدة مركبة في القطاع الشرقي كان لها نصيب كبير من الدمار الذي طال من نازلها وأيضا في القطاع الأوسط بلدة عيتا الشعب هاتان البلدتان تعرضت لقصف مدفعي مركز خلال الأيام والأسابيع الماضية وأدت إلى تدمير عدد كبير من منازلها هذه كانت أبرز الأحداث اليوم على الحدود الجنوبية عودة إليك سيهان شكرا لك حنان شكرا لك